اشتركوا في القناة عن موسم الوسطات انباء عن وساطة ايطالية مع اسبانيا واخرى سعودية مع المغرب رغم ان النظام الجزائري قال من قبل بانه يرفض الوسطات بل ان تبون قال ران ما نقبل حتى وساطة نقبل حتى وساطة ووزير خارجي لما مشى الاجتماع تعل الوسطات الخارجية تعل الجامعة العربية كم ترعسها انسان طيب جدا ونحترموه وزير خارجي الكويتي في البداية قال هذا المقتنى لا تدرج في جدوى العمال ثم بعد ذلك جاء العمامر وقال بانه لا حديث عن الوساطة اليوم او غدا او ابدا مرارا وتكرارا على لسان سيد رئيس الجمهورية وكرر وزير خارجية هذا في اكثر من مكان ان هذا الموضوع لا يحتمل الوساطات لا فيش وساطة بغض النظر عن من تربطون به ويربطوا بعض الاجهزة الاعلامية هذه الفكرة فليست هناك اي 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 وساطة لا في الامس ولا اليوم ولا غدا ان شاء الله للموقف الجمهورية يعني خلق ابواب الوساطات وان كانت هذه التصريحات الظاهرة غير ان المعلومات التي تحت الطاولة تتحدث من ان الجزائر ابدت ليونه وما يشبه البحث عن وسيط مؤتمن او وسيط موثوع لانه هذه الازمة لو تدار بشفافية اكثر من انه سينفضح هو النظام الجزائر لانه روج لأكذيب لا يملك عليها ادلة واعتمد على معلومات غير موفقة بل انه هناك في الاجهزة الامنية من رفع تقارير الى السلطات العليا في البلاد مبنية على تخمنات راحت وتم الاعتماد عليها كمسلمات وكمعطيات مطلقة واتخذت بناء عليها قرارات وبعد ذلك وجد النظام الجزائر نفسه مفضوحا مثل ما حدث لما تم مقتل جزائريين رحمة الله عليهم في احادثة الشاحنات وبعد ذلك الجزائر سارعت والرئاسة سارعت ببيان اتهمة المغرب وهددت بالعقاب وما الى ذلك وبعد ذلك كان احد الجنرالات واراد ان حسابات تلك انتقدها لانه لا توجد ادلة ولا اي شيء تملكه الجزائر كان الاساس الاول هو البحث عن الادلة التي تدين اي طرف وادى بعد ذلك الى اقالة يتمثل في اللواء محمد قايدي وبعثوا الى التقار المهم ان الجزائر راهي في ازمة ما كانش عنها اي وضوح ولا اي شيء من هذا القبيل وامر اخر ان حكاية الوسطات هذه ظهرت مصر بداية الازمة الجزائر لما قطعت العلاقات مع المغرب سارع وزير الخارجية المصري للتحرك اغلق في وجه الباب الامارات ايضا تحركت بناء على بعض المعلومات واغلق في وجه الباب السعودية وما الى ذلك من هذه الامور غير ان بعد ذلك ان النظام بدأ يتخبط تخبط كبير لانه تورط بمعنى الكلمة بناء على تقارير ومعتيات ومعلومات وكان اصلا النظام بحاجة الى هذا البعبع المغربي لاسباب داخلية تتعلق في عدم استقرار الداخلي عدم استقرار مؤسسات النظام النظام يعيش اهاجس الشرعية هناك عصابة سقطت ثم عادت وبدأت تتغلغل في دوليب الدولة مجددا وما الى ذلك من هذه الامور عودة الدولة العميقة وتبون اعترف في حواره الاخير على ان هناك دولة موازية هناك دولة عميقة لكنه لم يتجرأ ولن يجرأ على البوح بمن بهوية هذه الدولة العميقة التي تتمثل في عودة العصابات التي بدأت تتساقط اتباعا مع بداية الحراك الشعبي ولكن هو عادو هو اصلا تحت سلطتها يشتكي منها ولكن المشكلة انه لا يستطيع ان يفعل لها شيء لانها هي التي تملك القرار وهي التي قضت على القايد صالح وان تجاوز تبون حدودة سيهدد في وجود المهم بعدها جاتني واحد المعلومات ان هناك انباء عن وساطة ايطالية مع اسبان هذه المعلومات وصلتني من الجزائر تقول بانه هذه الايام الاخيرة والعلاقات الرهيبة المتصاعدة بين ايطاليا والجزائر انه ايطاليا ابدت استعدادها للعب دور الوساط وحتى الباريحة فقط اصدرت رئاسة الجمهورية بيان قالت بانه تبون اتصل برئيس المزراء الايطالي اتصل به وتحدث معه عن العلاقات وكذا وكذا وشفناه في الحوار تبون كيف كان يتغزل بايطاليا الاكثر يعني والسخافة انه تبون يقول بعد ما امضيت معه عقود الغاز ورفعت لهم كل شيء والغاز باقل من سعر التكلفة الغاز الجزائري يباع الايطاليا هو الارخص قدمت لكل هذا وبعد تقول ايطاليا راهي مستعدة انها تدير معنا شراكات وصناعات كان من المفروض هذا يحدث قبل التوقيع انت يا انت يا ايطاليا توقع معايا عقد نرفع لك الغاز في نفس اللحظة يتوقع عقود تتعلق بالصناعة المشتركة وما الى ذلك اما راهم حتى هم ابدوا استعدادهم هم ادوا الغاز بعقود طويلة الامد الجزائر حتى تكون غدوة ايطاليا نزيد نعطيكم حاجة ايطاليا غدوة تغير موقفها من القضية الصحراوية الجزائر لن تستطيعها او تتجرى على انها تلغي اي عقد من العقود لان ايطاليا تعاملت معها بحكمة وحنكة وخبراء قانونيين حسبوا الف حساب للمستقبل لان ايطاليا فيها ديمقراطية وفيها انتخابات غدوة قدرجي حكومة اخرى تتخذ موقف اخر ولذلك هم حصنوا هذه العقود ببنود من الصعب التنصل منها بالنسبة للجزائر والجزائر في هذه المرحلة بحيث فقط ان تظهر انها عندها صديق اوروبي وانه يلعب في دور ما وما الى ذلك المهم المعلومات التي وصلتني من الجزائر تقول بان الجزائر ان ايطاليا عفوا ابدت استعدادها للعب دور الوساطة وان الجزائر ابدت ايذن ليونة في هذا الامر لذلك شفنا انه الازمة الاسبانية خائبة نهائيا ما كانش موقف رسمي تحدث عليها اخر ما جاء عندما جاتك الجمعية تعالي البنوك هذه اعلنت على انه الغاء التوطين هذاك البنكي جاءت برقية من وكالة الانباء تحدثت انه هذه الامور تتعلق بجمعية ايهاو قبل اصلا هي نفع جمعية هي التي اتخذت هذا القرار والقرار هذا الجزائر القرار هذا الذي اتخذ تم تنفيذه تم تنفيذه رسميا من طرف الدولة واسقط هذا القرار وزير المالية والدولة نفذاته وبعد ذلك يقول لك انه القرارات هذه تتعلق بقرارات الاقتصادية والتجارية مع الدول تتعلق بالرئاسة والحكومة وفي الواقع غير ذلك عندما خرجت هذا ورحبت بها بعض الاطراف الاسبانية جاءت برقية غامضة شوف الغاباء الاستراتيجي والفوضى الدبلوماسية التي تعيشها الجزائر بدل انه يردهما يظهر عندك ناطق رسمي باسم الحكومة واش يدير عندك ناطق رسمي باسم الرئاسة واش يدير بدأ الترويج الاعلامي على ان الجزائر ارطمت وعادت الى بيت الطاعة في مدريد وكذا كذا ولا يتكلموا برقية مجهولة ما عندها اش حتى الجهة اللي تتحدث انشرها في وكالة الانباء وخلي الاعلام يتكلم هذا زمن الشفافية هذه هي الجزائر الجديدة لانه المشكلة انه النظام ما عنده الشجاعة في اتخاذ مواقف انت عندك موقف من اسبانيا الغيت اتفاقي الصداقة اي شيء ينشر اعلاميين ترد شوف الاسبان اي شيء يروج له اعلاميين يظهر يظهر مسؤول يتحدث ويعطي الامور بوضوح وشفافية نحن أولو تخبط حقيقي عيشاه من يدير الازمة الله اعلم السبب وكله ان الازمات هذه تدار من طرف العسكر والعسكر لا شيء يعادونه مثل اعلام ما يحبوش الشفافية وما يحبوش يظهروا وما يحبوش يديروا حتى شيء خلي الغموذ هذه والتناقضات عندهم واحد الفكرة الغموذ الاستراتيجي كان يمارس فيه عبد الحفيظ بوصوف رحمة الله عليه لمؤسس المخابرات الجزائرية وراهن عليك الغموذ الاستراتيجي في نصرة الثورة وقعدوا على هذه العقلية دائما الغموذ هو الحل لا نحن ذاك زمن ونحن في زمن آخر صار الغموذ وباء وداء يذر بالدولة ويذر بمصالحها ويذر بصورتها عند الآخرين المهم إخواني الكرام أن المعلومات تقول بأن إيطاليا ممكن أنها تلعب دور وساطة أو ربما راهي في تحركات مع الجانب الإسباني لذلك اللاحث نوع من الهدوء في هذه الأزمة ما كانش تصعيد ما كانش حتى شيء فيما يخص كثير من الأمور مما يوحي على أن النظام الجزائري بدأ يقتنع بأمرين لا ثالثة لهم الأمر الأول أن القرار الإسبانيا بالاعتراف بمغربية الصحراء ودعمه للحكم الذاتي فيها راه قرار دولة وليس قرار رئيس حكومة سيرحل معه الأمر الثاني أن الرهان على تغير هذا الموقف إن سقط صنشاز ورحلت حكومته صار عندهم من سابع المستحيلين لذلك الآن راه يستنوا ممكن تظهر ليون أو أشياء أخرى وهم عندهم وقحين حقيقة عندنا نظام وقح شفتوا واش دير فيهم ماكرون وبعدك يرجعوا إلى بيت الطاعة في باريس رجعوا بطريقة كأنه لم يحنث شيء بل أن يعودوا يصرحوا ويصرحوا بالعلاقات وكذا وكذا هلاش تمشي في طريق تكشف فيه كل عورتك وبعد ذلك تحاول تسترها بأي طريقة كانت فتتحول إلى نظام وقح نظام تبلغ به السفاهة والسفالة إلى منتهى الغباء الاستراتيجي وليس إلى منتهى الحكمة الدبلوماسية التي تقتضيها مثل هذه الأمور إذن معلومات من مصادر في الجزائر أكدت لي أنه من هناك وساطة بدأت تتحرك تلعبها إيطاليا لحل الأزمة القائمة ما بين الجزائر وإسبانيا وأن الجزائر أبدت ليونة في هذا أجل وساطة أخرى يجري الحديث عنها وبلغت مداها في الأيام الأخيرة وكثير من المصادر في الجزائر وخارج الجزائر حدثتني عنها تتمثل في تحركات سعودية لإحتواء هذه الأزمة والسعودية حسب المعطيات المتوفرة لدي تقول بأن تؤكد وتسر على ضرورة حل هذه الأزمة قبل إنعقاد القبل ولذلك كان من برمجا زيارة للأمير السعودي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الجزائر حقيقة لم تظهر جهة رسمية جزائرية ولا جهة رسمية سعودية أكدت هذه الزيارة ولكن المعلومات تم تدولها بلطاق واسع إعلاميا ولم يصدر أي تكليب بهذا الجانب حتى صارت في حكم المنتهي أن الأمير محمد بن سلمان كان سيزور الجزائر وتم إلغاء هذه الزيارة هناك يقول من أنه ألغاها وهناك من يقول بأنه تم تأجيلها هناك معلومات تقول أنه تأجيلها بسبب زيارته إلى فرنسا ثم قبل ذلك اليونان ثم فرنسا بأجنته يعني أنا أعتقد بأن هذا التبرير استبعد إلى حد ما كان من الممكن أنه يزور فرنسا ومن فرنسا يكون في الجزائر ولكن هناك بعض الجهات الدبلوماسية لا أكشف من أي جهة كلمتني أكدت لي بأنه تم تأجيل هذه الزيارة إلى وقت آخر من دون تحديد زمنها ولكن أنها مبنية على توفر الظروف حسب بعضهم قالي بأنه كان من الممكن بأنه سيعلن عن شيء ما فيما يخص العلاقات الجزائرية المغربية من الجزائر في زيارة الأمير محمد بن سلمان غير أن هذه الأمور حدثت فيها شد ومد بسبب السلطة الخفية التي لا تظهر في مثل هذه المناسبات وهي سلطة خفية استخبارية وعسكرية من دولة عميقة موجودة في الجزائر وتعرفها من هي ومن يديرها المهم ولذلك حتى الرسالة التي وجهها الملك المغربي محمد السادس أوحة نوع من إبداء القبول العلني والتشجيع العلني وكأنه نوع من المبادرة تأتي من المغرب بدل من أن تأتي من وسيط غير أنه التخبط الموجود والفوضى الدبلوماسية الموجودة في الجزائر تعيق في هذا الأمر لذلك لاحظوا تبون لم يتحدث عن المغرب أن المعلومات التي أبردتها لكم البارح يعني لم يبث ما قاله عن المغرب يعني ما تحد مدام لم يبث ولكن في الحقيقة أنه تحدث عن المغرب وتم قطع هذا الجزء وعدم بثه وحسب المعطيات بأنه في هذا أبدأ رغبته في حل هذه الأزمة وأن الحوار حقيقة هو الحل ولكن أنه قال بأنه المغرب يجب أن يعتذر على بعض الممارسات والأمور التي حدثت وهذه الأسطوانة رددها أصلاً من قبل غير أنه هذا الكلام صناع القرار الفعليين رأوه غير مناسب تماماً في ظل يد ممدودة من طرف المغرب في ظل يد أخرى ممدودة من طرف السعودية لحل هذه الأزمة في إطار الوساطة في ظل أن النظام عايش على هاجس عدم نجاح القمة العربية والمملكة العربية السعودية هي الفاعل الأساس في هذا الأمر دول الخليج يعني كل خيوط اللعبة مفقودة وضائعة بالنسبة للنظام الجزائري ولكنه على ما يبدو وعلى ما توفر المعلومات أن النظام الجزائري فعلياً أبدأ نوع من الليون في حلحلة هذه الأزمة لأنه لم يجني منها شيئاً وأن خيار التصعيد تجاه المغرب كانوا يظنوا بأنه ممكن أن يحقق لهم مكاسب غير أنه لم يحقق أي شيء لهم ولا لصمعة الدولة فضلاً من أن الأسباب الداخلية الموجودة الآن غير تلك التي كانت موجودة فيما مرضت إذن إخواني الكرام أن هناك معلومات تقول بأن هناك مبادرة يجري طبخة مع السعودية والجزائر والمغرب لم تظهر تفاصيلها كثير ولكن من حيث المنطلق من حيث المبدأ أن السعودية أبدت كل استعداداتها منذ بداية الأزمة إلى لعب دور وسيط والسعودية نعلم دائماً أن دبلوماسيتها تنبني على الوسطات وحل الأزمات وبالحوار وشفنا أزمة كبيرة عاشها البيت الخليجي وانتهت بمصالحة تاريخية في قمة مجلس التعاون الخليجي بين قطر والدول الخليجية نفس الشيء أن السعودية تراهن على أن تكون هناك مصالحة فلا يعقل أبداً أن تجري قمة عربية في الجزائر ولا يمكن أن تحدث فيها أو تسبقها الأقل مصالحة بين الجزائر والمغرب وتحل وتعالج كل الملفات الخلافية بين البلدين إذن المعطيات التي توفرت لدي أن إيطاليا أبدت استعدادها للاعب دور الوسيط مع إسبانيا وأيضاً أن هناك تحركات سعودية في هذا الإطار مع المغرب وأن النظام الجزائري الذي راهن على العين الحمراء كما روج الإعلام انتاعه أدرك يقين أن العين الحمراء قد تسبب رمض إلى صاحبها والنظام قد صارت له أوجاع في عينيه وفي أذنيه وشفتيه وخعل خديه وصار له يعاني معانية كبيرة مع أزمات صنعها ولم يستفد منها شيئاً ولم يستطع إدارتها بسبب تعدد الجهات التي تدير هذه الأزمات مما خلى هناك فوضى دبلوماسية وطبعاً فوضى الدبلوماسية في إدارة الأزمات تؤدي إلى أزمات أخرى أكبر وأشد والنهاية أذكر كلامي جيداً أن النظام الجزائري سيعود إلى بيت الطاعة في مدرين كما عاد إلى بيت العشق في باريس وأيضاً أنه سيرضخ بإعاز أو مهماز ما من جهات ما من أجل الحوار يا ليته استغل الفرص وعالج الأزمة مع المغرب بعيداً عن ضغوطات هذا أو ذاك ولكن للأسف هذا نظام لديه قصر النظر ولديه بعد الاستراتيجي لا يتجاوز أنف لذلك يعيش على وقع هذه التخبطات وهذه الخبطات التي لن يستفق منها لو خبط رأسه على جدر من جدران الجزائر العام نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته